هي جريمة اعدام خارج نطاق القانون واستهطار بالدم الفلسطيني وتزييف لحقائق اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد عريقات الذي أعدم في الثالث والعشرين من حزيران من العام الماضي هذا ما خلصت إليه في تقريرها النهائي وحدة التحقيق Forensic Architecture التابعة لجامعة لندن المؤسسة الدولية اعتمدت في تحقيقها على استخدام عدة تقنيات لتحليل اعدام الشهيد أحمد عريقات على حاجز الكنتينر اللقطات المتوفرة سعت إلى إعادة بناء المشهد الدامي عبر استخدام الفيديوهات المتاحة بما فيها ما نشرته شرطة الاحتلال من لقطات كشفت حسب التقرير عن شكوك كبيرة لمزاعم الاحتلال وأكدت أن الحادثة أقرب ما يكون عرضيا وليس هجوما مضبرا خبير الاستضام الذي استشهد به التحقيق جيرمي جي باور أكد أن السيارة لم تتسارع بشكل كبير واستضمت بالمجندة بسرعة منخفضة وهو دليل ثابت أن عريقات لم يتعمد الاستضامة بجيش الاحتلال الذي لم يقدم ولم يفحص أي دليل على أن الحادث لم يكن نتيجة خطأ التحقيق أشار إلى أن التحليل كشف عن أدلة تثير الاحتمال بأن يكون الشهيد عريقات قد ضغط على الفرامل قبل الارتطام بنقطة التفتيش وفيما زعم الاحتلال في روايته أن الشهيد عريقات اقترب من ضابط الاحتلال بعد الحادث أكد التحقيق أن الفيديو الذي نشر أثبت أن عريقات رفع يديه في الهواء وابتعد عن الجنود ولم يشكل أي تهديد فوري التحقيق كشف عن وجه الاحتلال القبيح وعقدة الإجرام المعششة في عقول ونفوس جنوده ممن فتحوا النار على الشهيد أحمد وأصابوه بست رصاصات في غضون ثوان وتركوه ينزف دون تقديم أي مساعدة طبية فورية رغم أنه كان على قيد الحياة يتنفس إضافة لتجريد الشهيد من ملابسه وتركه على الأرض لأكثر من ساعة ونصف وهكذا يستسهل جنود الاحتلال الضغط على الزناد دون حسيب ولا رقيب على حواجزه التي تحولت إلى ساحات إعدام يتصيد فيها الشباب الفلسطيني كما الشهيد أحمد عريقات ابن بلدة أبوديس والذي كان يتجهز لحفل زفاف شقيقته في ذلك اليوم ولكن رصاص الاحتلال وغضره كان إليه أقرب وخلف هذا الوجع الغائر في النفوس نهر جمهور تلفزيون فلسطين الجنون ترجمة نانسي عرش